عقد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ولوفدا المرافق له جلسة مباحثات موسعة مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة يتقدمهم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وجرى خلال الجلسة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشتركة وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها مجال المياه وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء كما أعرب عن ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية القناة الجافة ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية في عموم المنطقة كما جدد موقف العراق ثابت في رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو أي مساس بالسيادة العراقية من جانبه أعرب أردوغان عن دعم بلاده لسيادة العراق على أراضيه والرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية وأن يجتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدة منها التعليم والصحة والزراعة